موسيقى هالمشروع بيقوت مكان كل عمره هيك مهجور وبيشبه مدينة اشباح انما كان بيوم من الايام مشروع زكن كبير بتسكنه عشرات العائلات يلي اشترت شقق بدون ما تعرف شو نطره وبليلي ما فيها ضوء امر باوائل سنة الالفين بيسمع النطور صوت طقطة قوية تبين انه ناتجي عن بداية تشقق الارض يلي معمر عليها مبنى من خمس طوابئ وبحال من الذعر تركوا السكان هالمكان بنص الليل ومعيدوا رجعوا عليه المحامل يسيان عون الساكن بالمنطقة بيتذكر هالقضية يلي اشتغل عليها بوقته سنة الالفين حصلت كارسة اجتماعية بالوقت يلي كان فيه مشروع سكني كبير ونحتفظ بتسميته ويعرفوا كتير ان الناس بمنطقة بيقود النهاره ابنية اتنين فوق بالمنطقة نظرا لانه طبيعة الارض الغانية هيدا هالمحور مطرح ما فيه كسرات وقبله وبعضه شوي معرض لتشققات وكان عطول يصير فيه اهميل وتنعطى رخص للبناء اليوم فيه مبنى جديد كمان عرفنا انه صار فيه تفسخ قدامه ومهدد بالانهيار نحن موجودين هون على ارتفاع ميت متر بمنطقة بيقود على هالهوة يلي ناجي من الكسرات ولكن الاخطر منه هو هالتشقق يلي عمقه 8 متار ويلي عليه لح ينبنى هالبنائي السكنية يلي رح تسكنها عائلات وتتشوفوا الصورة اوضاح خلينا ننقل لتاني ميلي من الجبل الصورة هون يمكن بتحكي لحالة مبنى جديد عم يتعمر على نفس التربة ونفس الجبل ولكن هالمرة إلى جانب هالفصخ يلي عمقه 10 متار وجولتنا داخل المبنى كانت كفيلة ان تفرجيكم شو عم بيصير وعلى أي أساس عم تطلع هالبنائي وانتوا حكموا بنفسكم الشغل ماشي هون وكل شيء أنوني بس هالكل شيء إنساني يا ترى هاللي بيتحمل الشخص يلي عم يبني مسؤولية انهيار المبنى بمن حمل من حجر وبشر وهون القصة الأكبر يحسن بعرفنا في عدة أشخاص شارعين شاء بهذا المشروع هون شو ما صيرهم مين بيحميهم بالأنون مين بيحميهم مين بيحفظهم حقهم طبعا إلهم حق هلأ يقيموا دعاوة ومقاضاة الجهات المختصة بهالإطار وهنا نحنا أداة بيعتبروا إخبار للنيابة العامة والدولة للوزارات المختصة لحتى تتحرك عم نعطيهم معطيات هاي دي كارسي يمكن أخطر من الانفجارات عبتوقع بأماكن معينة عضو بلدية بيقود دورين صليبة تحدثت للأم تيفي عن الموضوع نحنا كأعداء مجلس بلدي كان خيرج صلاحياتنا هيدا الموضوع يعني كموضوع البناء والزونات يعني نحط بيقيد ساعة الأي مقام والتنظيم المدني والاتحاد البلدي وإن شاء الله يوصل أجوبة يعني إذن هيدا ياللي عم بيصير بوضوحه بصراحة وبلا لفه دوران وأهل المنطق عم يسألوا هل بدنا ننطر كل مرة المصيب تتوقع والمأساة تتحصل تحت نعيليج هيدا سؤال بحطه معكم برسم المعنيين على أمل يتحركوا قبل ما يتحرك الجبل بمن حمل